أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتع وحشرنا أعليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم لا يجهلون كذلك جعلنا لكل نبي إن عدو شياطين الإنس والهن يوحيب أضوم إلى بعض الزخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذروا ما يفترون ولتصغى إلي آفذة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا ليقترفوا ما هم مختلفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتينهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكون من الممترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميم عليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله إن يتبعون إلى الظن وإن هم لا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين أبالكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم لا حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم غير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أولياء من يجادلوكم وإن طعتمهم إن كنا مشركون أو من كان ميتا فحينا وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يملون وكذلك جعلنا في كل قرية كابرة مجرمية ليمكرو فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آيات قالوا لن نومن حتى نوتا مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغارا عند الله وعذاب شديد مما كانوا يمكرون فمن يريد الله أن اهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله ويشرح صدره ضيقا حرجا كأنما يصحد في السماء كذلك اجعل الله الرسالة الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا لآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحشرهم جميعا محشر الجن قد استكثرت من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببحت وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا قال النار متواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعض ما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس علمياتكم إن يشاء يذهبكم ويستخلف بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون واجعلوا لله ما ذرأ من الحرط ولا نعام نصيب فقالوا هذا لله بسعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم يرضوهم ويلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرط حجر لا يطعمها إلا أن شاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهرها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء علي سجزين بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطن هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يقل ميتة تنفع فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم علي قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفان بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات مع روشات وغير مع روشات والنخل والزرع مختلفة نكله والزيتون وارضمان متشابها وغير متشابه قلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وثرشا قلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الماز اثنين قلاء الذكرين حرما مل تأين أما اشتملت علي أرحامول هنثاء نبئوني بعلمين إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قلاء الذكرين حرما مل تأين أما اشتملت علي أرحامول هنثاي أم كنتم شهاداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم من افتراء الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم المسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقله إلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عادل فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفور ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحوما هما إلا ما حمل الظهورهما والحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم لبغيهم وإنا لصادقون فإن يكذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الظن وإن انتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لا هداكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبعه والذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالى واذل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحس ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك مصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شدة ووفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلك مصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطه مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بنقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب ننزلناه مبارك فاتبعوا وتقول لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينات من ربكم وهدى ورحمة فمن أضلع من من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتي يوم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسني إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبدهم لما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فلا هو عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا جزاء إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم دينا قيما ملة إبوانه محنيفا وما كان من المشركين ولن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم أرجعكم فينبئكم لما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سري العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمم صاد كتاب ننزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليل ما تذكرون وكم من قريتنا الكناف جاءها بأسنا بياتنا هم قائلون صدق الله العظيم